موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي بناتي التلاميذ والتلميذات سعيدوا بهذا اللقاء ضمن سلسلة دروس التربية الإسلامية للسنة الثالثة إعدادية ومع محور جديد اخترنا له عنوانا ضمن مدخل التزكية أثر القرآن الكريم في تزكية النفس مر معنا في الحصة السابقة ونحن نتدارس المقطع من سورة الحديد أن القرآن يرغبنا في الإنفاق والعطاء وسنجعل هذه القضية منطلقة هذه الحصة هل يقوى القرآن الكريم على تزكية النفس والارتقاء بها حتى تقوى على الإنفاق بغير من ولا رياء لمعالجة هذا السؤال نقترح الخطوات الآتية لا بد أن نلمى بمفهوم القرآن الكريم ثم بدلالات تزكية النفس لننتهي بعد ذلك إلى منهج القرآن في تزكية النفس وتطهيرها والغرض من كل ذلك أن نجيب على سؤال هل فعلاً يستطيع القرآن أن يرقي الإنسان ليبلغ درجات العطاء التي هي مظهر من مظاهر الكمان مفهوم القرآن سنحاول أن نبنيه من خلال قوله تعالى وأريدك عزيزي المتعلم أن تنتبه إلى أوصاف القرآن الواردة في هذا المقطع من سورة الشورى وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا كتاب الله تعالى هو وحيٌّ من الله تعالى شرف به الإنسان هو روحٌ أيضًا والروح في الجسد هي الكلُّ الذي لا غناء عنه ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورًا نهدي به من نشاء من عبادنا كتاب الله تعالى نورٌ وهدًا من كل الظلمات يسلك بنا على جادة الصراط وإنك لتهدي إلى صراطٍ مستقيم كتاب الله إذن هو كلام الله تعالى المنزل على محمدٍ صلى الله عليه وسلم تمييزًا للقرآن عن غيره من الكتب السماوية بواسطة جبريل أميني الوحي تعبدنا الله بتلاوته وجعلنا في لحظة الاستماع إليه وترتيله عبادة وقربة وكيف لا وهو يربطنا بالخالق سبحانه ويحيي فينا كل ما أرده الله تعالى من معاني الحياة التي سنفصل فيها بعد حين يبدأ بالفاتحة وينتهي بصورة الناس ذلك لنعلم أن الكتاب الله تعالى المصحف يستحق من التشريف والتعظيم ما يستحقه المحتوى والمضمون والمعنى الوارد فيه كلام الله تعالى ورد بمعاني أخرى في القرآن أنه الروح والنور والهدى والذكر الحكيم وغيرها من الأسماء الدالة على أوصاف القرآن التي سنربطها بعد حين بموضوع التزكية إذا كان موضوع القرآن الكريم قد اتضح لنا يمكننا أن ننتقل بعد ذلك إلى مفهوم التزكية التزكية في اللغة سنبنيها ونربطها بدلالتها الاستلاحية من خلال قول الله تعالى الوارد معنا في الحصة السابقة من صورة الحديد والله لا يحب كل مختال فخور أدعوك إلى أن تتأمل إلى هذه الأوصاف الدنية وهذه الأوصاف التي لا تليق بمن يحبهم الله تعالى أول صفة الخيالاء والفخر والاستعلاء والتكبر التي تخفي وراءها نفسا بخيلة شحيحة الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتولف إن الله الغني الحميد لا يحب الله هذه الأنفس ويحب أضضادها ولذلك تزكية النفس يبدأ من هذا المشروع الكبير مشروع تطهيرها من كل عيب يحط من كرامتها حتى تستحق أن تكون نفسا مطمئنة نفسا مقبلة نفسا سعيدة بالله وبخلق الله في الدنيا وسعيدة فيه غدا يوم القيامة لا يقف مشروع تزكية النفس عند تطهيرها بل لا بد أيضا من تحليتها وتجميلها بتنميتها بمعاني الإيمان إذ التزكية في اللغة تطهير ونماء بالإيمان بالله تعالى محبة وتعرفا وتعظيما هل يمكن إذن أن نجد في القرآن ما يبعث في النفس هذه المعاني تلك هي الخطوة الثالثة من هذا المحور التي سنعرض فيها لمنهج القرآن الكريم في تزكية النفس وتطهيرها سنعالج هذا المنهج من خلال نفس الصورة ونفس المقطع ونبدأ من هذه الآية الجامعة ألم ياني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق دعوة القرآن يدعونا ويجدد الدعاء ويحردنا ويرغبنا في أن نتشبع بمعاني الإيمان التي تفيض على هذه النفس طمأنينة حين تتصل بالوجود الحق لله تعالى فلا ترى في هذا الوجود إلا خالقها ولا تطمع إلا في القرب منه والتقرب إليه بذلك تتحرر من كل عبودية تحط من كرامتها بدءاً بهواها بدءاً بشهوتها بدءاً بكل الاعتبارات الأرضية التي تحول دون رقيها فتخشع معرفة وتتواضع سلوكاً تلك هي الخطوة الأولى التي يقترحها القرآن الكريم منهجاً في تزكية هذه النفس أما الخطوة الثانية فيجليها قوله تعالى من نفس الصورة اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون القرآن حياة القرآن روح القرآن يحيي الأنفس القاسية والقلوب الخشنة كما يحيي الماء صلابة الأرض روح القرآن تبعث فينا وفي أنفسنا معاني الحياة كل المعاني بهذا يصبح عند المؤمن كل شيء له معناه عبادة معاملة وأخلاقاً إذا كان القرآن يبعث فينا هذه الحياة بمجالسته فإن أرواحنا تحتاج إلى أن تستنير في حركتها في هذه الحياة بنور القرآن وتلك هي البشارة التي تعرضها هذه الآيات من صورة الحديد التي مرت معنا مشهد في الآخرة هو ثمرة لمشاهد الدنيا التي كان للمؤمنين نصيب وافر في التعرض لأنوار القرآن يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم تلك البشارة التي نالها أهل الإيمان أصحاب الأنفس الزكية الطاهرة نالوها بصحبة القرآن بمجالسة القرآن بالتعرض لأنوار القرآن نور القرآن يرسم لهذه النفس خط الاستقامة حين يوسع معرفتها بأصلها وبمصيرها تنشرح بهذه المعرفة تطمئن وفي الآخرة تستحق بشارة الفوز العظيم ومن جميل ما ورد في سورة الحديد أن الناس يطمعون في نور أهل القرآن الذين حازوا النور العظيم والسعادة الكاملة من تعرض لنور القرآن كان أوسع الناس معرفة وأحرصهم على طلب الحكمة حتى يطمع الناس في نورانيته انظرونا نقتبس من نوركم ذلك هو سؤال غير المؤمنين لأهل الإيمان انظرونا اتركونا أمهلونا حتى نقتبس من نوركم الذي اقتبسوه بصحبة القرآن وبمجالسة القرآن في الخطوة الأخيرة والمنهج والمرحلة الأخيرة من مناهج القرآن وفي الحقيقة لن نحصي كل معالم هذا المنهج وإنما سنذكر بأبرزها الواردة في صورة الحديد وفي غيرها من الصور تدلنا صورة الحديد على مفتاح ومعلم من معالم التعرض لهداية القرآن لنور القرآن لروح القرآن وهو مجالسة أهل القرآن أهل الإيمان قال تعالى على نسان المتحصرين على لسان من فاتتهم مجالسة القرآن في الدنيا يقولون لأهل القرآن يوم القيامة ينادونهم ألم نكن معكم ألم نكن معكم فنتعرض لما تعرضتم إليه من نور القرآن ألم نكن معكم فنحوز معكم هداية القرآن وروح القرآن لماذا لم يحين القرآن كما أحياكم نعم لأن المعية لم تكن معية كاملة قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأمان وغركم بالله الغرور لكن أهل الإيمان كانت معيتهم مع أهل القرآن معية كاملة ومعية صادقة لذلك استحقوا أن يبعث القرآن فيهم معانيه ويحي فيهم ما مات من معاني الإنسانية العظيمة القرآن الكريم يدلنا على بيئة الإيمان لكي نرقى في صحبة الأخيار إلى مدارج المعرفة والإحسان فنكون محبين للخير مجالسين لأهل الخير مبادرين مثابرين وما أحوجنا اليوم ونحن في هذه المحنة التي نريدها أن تكون منحة أيضا منحة أن يقبل بعضنا على بعض بأنفس زكية أن يحب كل مننا الخير لأخيه أن يحرص على سلامته أن يحرص على عافيته أن يحرص على صلاح أحواله إذا كانت هذه بعض معاني من منهج القرآن في تزكية الأنفس فإن الصورة أيضا وهذه المحاور والمفاهيم أيضا تبعث فينا أيضا جملة من القيم التي يمكن أن نستعين بها في حياتنا إن نحن نميناها وتشبعنا بها والتزمنا بها لعل القيمة المحورية هنا هي توحيد الله تعالى هذا التوحيد الذي يملأ النفس معرفة ويملأها خشوعا فتنطلق متحررة فتنطلق زكية طاهرة لا تحمل في نفسها ولا يشدها إلى الأرض أي قيد بذلك تنال حريتها الحقيقية لا يقوى على الفعل والاستقامة إلا كل حر ولذلك أهل الإيمان أهل التزكية الأحرار حقيقة أقوى الناس على العطاء أقوى الناس على الاستقامة أقوى الناس على البدل ليس فقط من باب الواجب ليس فقط من باب التكليف بل من باب المحبة لأنهم يعلمون أن الله تعالى يحب المعطي يحب المستقيم ولأن الله تعالى يحب منا أنفسا زكية تستحق جواره في الآخرة كما استحقت التعرض لأنواره في الدنيا ويعود وتعود المحبة زيادة في القرب وزيادة في الإيمان لتبدأ سلسلة جديدة من الارتقاء بهذه المعاني ما هي الخلاصات التي يمكن أن نخرج بها من هذا المحور الذي عشنا فيه مع منهج القرآن في تزكية الأنفس لا يمكن أن أنا لحظي من القرآن إن كنت هاجراً للقرآن ولذلك تلاوة كتاب الله تعالى تلاوة كتاب الله تعالى والاجتهاد في تدبره بالكلية بالقلب والعقل خطوة أولى للتعرض لأنوار القرآن لا أحرم نفسي حقها من كلام ربها وذلك يحدثنا القرآن عن ظالم الأنفس ظالم أنفسهم ظلموها لأنهم حرموها حقها من ربها في الدنيا وظلموها حين حرموها وحجبوها عن رؤية ربها في الآخرة فلا أكون من المحرومين من هذا الخير العظيم كلام رب أقبل عليه محبة لأنه نوري وزادي ولأنه قوتي نحو كل خير لا يدلك القرآن إلا على حقيقتك لا يدلك القرآن إلا على سعادتك لا يدلك القرآن إلا على أبواب الخير التي منها تدخل لتشعر بكمالك فيصير الإنفاق آنئذ كسب ويصير الإنفاق آنئذ أخذ من حيث يراك الناس تعطي بغير سؤال تعطي بغير من تعطي بغير رياء ولكنك أنت أولى الآخذين أنت أولى المستمتعين بهذا العطاء احرص على صحبة القرآن وأهل القرآن لأنهم زادك وقوتك حين تضعف فيك وفي هذه المعاني العظيمة قبل أن أستودعكم إلى حصة أخرى لا بأس أن نستحضر جميعا السؤال الذي بدأنا به هل يقوى القرآن على أن ينمي فينا معاني العطاء والبدل بغير من ولا رياء؟ ما مر معنا يؤكد أن القرآن شغله الأول والأخير أن يزكي هذه الأنفس لأجل ذلك بعث الله أنبياءه ورسله لأجل ذلك أنزل الله كتبه قال تعالى على لسان خير أنبياء الله ورسله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم لا زكاة بلا تلاوة لكتاب الله بلا تعرض لأنوار القرآن لا زكاة بلا مجالسة أهل القرآن وضع القرآن إذن منهجا واضحا وطريقا جليا لتزكية هذه النفس والارتقاء بها في درجات العطاء والإنفاق يبقى السؤال مفتوحا هذا التصور القرآني في بناء الأنفس هل تجسد واقعا في حياة الناس؟ وهل نقوى اليوم على تجديده في حياتنا؟ هل يمكننا أن نرتقي إلى هذا المقام الذي رشحنا إليه القرآن؟ ذلك ما سنراه في الحصة المقبلة مع نموذج من نماذج أهل القرآن الذين رباهم القرآن وانتشلهم القرآن من كل المعاني البعيدة عن السعادة ليلج بهم في سعادة القرآن وهداية القرآن أرجوها لكم في الدنيا هداية واستقامة وفي الآخرة بشارة عظيمة دامت لكم العافية والسلامة وإلى لقاء قريب بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته